اشتركوا في القناة بياخدوا الصورة لما بيسمع صوته الحراس بيجوا وفعلا بياخدوه لمكتب المأمور وبنعرف ان هو ملاقب بالسواء بس اسناها الطريق باللاحظ ان المساجين التانين كارهينه وبنعرف ان السواء كان بيدربهم لما كان بيحصل ما بينهم عراك ولما بيوصل لمكتب المأمور بيقوله ان هو هيتم الافراج عليه وفعلا السواء بيخرج من السجن وباللاحظ ان هو مالوش حد لما مش بيكون في شخص مستني برا فبيبدأ جاري لحد ما بيوصل لجراش وينك بيلايه عربية صاحب لي سبهاله وبيكون برضو مركز على صورته مع الشخص ومش بنبقى عارفين هو ده صاحبه والعدوه فبيبدأ السواء يتحرك بالسيارة وبنعرف ان هو بيحب القيادة جدا وفعلا بيوصل وجهته وبيدخل لشركة وهو متعصب وبيروح لشخص ولما بيوصل ليه بيقتله بالرصاص وفي الوقت ده بيروح لشخص مدمن بياخد ممنوعات من ديلر ولكن تانيوم بنعرف ان الشخص ده زابط وانه كان في عملية بس متخفي وبنشوف ان هو بيروح لما كان القتل اللي عمله السواء وبالليل بنروح لروي اللي بيعرف على جريمة القتل اللي حصلت النهاردة بس الاخبار مش بتكون معرفة منه القتل ووقتها بييجي لروي السواء وبيدي ليه فلوسه وبنعرف ان روي اللي عرفه مكانه واسم الشخص اللي قتله وبنعرف ان السواء طلب منه معرفة اماكن اسماء كتير بس روي بيقول له انه هو عايز فلوس اكتر ولما مش بيدفع السواء بيجي ليه كيني الرجل الضخم وبيكون هيدربه بس لما بيشوف الوشم بتاعه وبيخافه وبيهرب ووقتها روي بيديها مكان الاسماء وبنرجع ووقتها للزابط اللي بيشوف في قاميرات مرابط الشركة السواء وبنعرف انه عارف شكل القتل وبيروح تاني للسواء اللي بياخد الملف اللي عمله ليه روي وبيشوف هدفه الجاية ومش بنابقى عارفين ليه هو عايز يتل ناس كتير كده وتاني يوم بيروح لاتل بيكون محترف جدا وبنعرف انه عامل عملية في رجله وبيجي الاتصال من شخص بيقول له ان هدفه الجاية اللي هيقتله هيكون هو السواء وبيبعت ليه زرطه وفعلا الاتل بيخرج من البيت وبيراب بيت شخص كبير بيعرف انه من قائمة اللي السواء عايز يقتلهم وبنرجع للزابط اللي بيحقف القضية وبيعرف ان السواء واللي بيكون الاتل اضع عشر سنين في السجن وكان شغال في تهريب المساجين وبنعرف ان الوشم اللي خاف منه كانوا بيعملوا المساجين علشان يبينه هم ضربوا كم شخص في السجن وهو الوشم بتاعه كان مكتوب فيه اعداد كبيرة جدا وانه اتقبض عليه في عملية سرقة بنك وانه كان السواء وعتهى وبنفع منه لما الحرمية خلصوا السرقة كان هو مستنيهم وفعلا خدمه بيكون من ضمنهم صاحبه اللي متصور معاه والصورة دايما مع السواء اللي كان محترف في السواء فعرف بيهم وفي الوقت ده بنروح للرجل الكبير وبيكون القاتل مستنيه ولما بيظهر السواء بيجهز القاتل نفسه وفي الوقت ده بنرجع للزابط اللي بنعرف منه ان عصابة السواء في شخص بلغ عنهم وسلمهم لعصابة تانية والعصابة تانية دي يتمسكوهم وفضلوا يعزبوا في السواء وصاحبه العزيز علشان يقوله فين الفلوس اللي سرقوها من البانك وفعلا نتكلم السواء لانه مش عايز صاحبه جاري يتئذي بس لما بروح للسواء بالليه ان القصة بتكمل عنده وبنفى منه لما ادى للعصابة التانية ما كان الفلوس خدوها ودبحوا جاري صاحبه قدامه ووقتها ادى جدا وبنعرف ان كل اللي عايز يقتلهم والشخص اللي هاتلهم العصابة اللي كانوا موجودين يوميها وفعلا بيقتحم السواء بيت الرجل الكبير وبيقدر يقتله بس لما بيخرج بيشوف اللي هاتل وبيحصل اطلاق نار ما بينهم ولكن بيقدر السواء انه يهرب ويسيبه وبنعرف من الفيديو ان العصابة ضربوا نار على جمجمته بس فقروا مات وبنرجع للزابط اللي بيجي الاتصال بخصوص الجريمة اللي حصرت للرجل الكبير فبيروح لمكان الجريمة وبيعرف وقتها ان القاتل برضو هو السواء وانه قرر يقتل كل اللي قاتل وصاحبه جاري بس للأسف هم مش عارفين هم مين لانهم ما ظهروش في الفيديو وبنرجع للسواء اللي بيروح بيته اللي محدش يعرفه هو تاني يوم بنعرف انه رايح لهدفه التالت واللي بيكون اللي دبح جاري وبيدخل للمكان اللي هو يملكه ولما بيدخل الحمام بيجي السواء وراه ولما بيشوفه فرض العصابة بيخاف وبتحصل عركة ما بينهم وبنشوف ان السواء اقوى وبيقدر يطعن اللي قاتل جاري والتاني يوم بنعرف ان السواء عايز يخلص على فرض العصابة اللي بعده ولا تل عايز ينفس مهمته ويخلص على السواء والظابط عايز يغبط على السواء وباللحظة ان السواء عايز يروح للضحية الرابعة بس بيسمع في الاخبار ان ضحيته التالتة في المستشفى ولسه بيتعالج فبيروح للسواء علشان يتأكد انه قتله ووقتها بيكون الزابط في المستشفى وبنرجع للسواء اللي بيدخل غرفة العمليات وبيقدر يتل الضحية التالتة بالرصاص بس بيسمع الزابط صوت ضرب النار فبيلاحق السواء وبيحصل اطلاق نار ما بينهم وبيتمكن السواء من الزابط ولكنه مش بيقتله وبيهرب ووقتها بيفهم الزابط ان السواء مش قاتل وانه بس عايز ينتهي من اللي قاتله صاحبه واسناء طريق السواء بيلحقه اللي قاتل وبتحصل مطاردة ما بينهم وبيضر الهات اللي يصيب السواء وصابة قوية بس هو بيدرب ليه الغطارات وبيهرب من المكان وبيكون الهات المندية لما بيتصل بالشخص اللي عينه وبيقوله انه هيلغي الصفقة لو ما اتلوش السواء فبيعالج السواء الجرح بتاعه وبيروح لابه صاحبه جاري اللي مات بس مش بيلاقيه لما بيسأل مرته عليه بتقوله انه هو مات من اربع سنين وبنفع من السواء كان هيتله لانه كان في العصابة وكان عايز حصة كبيرة من فلوس سرقة البنك ولما جاري والسواء رفضه بلغ عنهم عصابة تانية وبنتصدم لما بنعرف ان السواء وجاري اخوات وان ديت امه وانه كان عايز يخلص على والده لانه فكره بحهم بس والدته بتقوله ان ده ما حصلش وانه فعلا كان مداي من عدم حصوله على الحصة الاكبر بس ما بلغش عليكم فبيفهم السواء ان في شخص تاني خانهم وتاني هم بنعرف انه هو لسه ليه اخر شخص يقتله في العصابة وفعلا بيروح ليه وبيشوف اخر ضحية اللي بيكون خايف منه وبيعرف السواء انه ما عادش بيشتغل في عصابات وبقى بيشتغل كواعظ في الكنيسة فبيخدوا السواء على جنبه وبيعرفوا الشخص ده انه غلط كتير في حياته بس كل اللي عمله وقت قتل اخوه انه كان بيحرص الباب للعصابة وانه ما كانش عارف ان العصابة هيقتله شخص منهم ولما حصل ده حس بالزنب جدا وبدأ يتغير ويساعد الناس علشان يعوض على زنوبه وبيتأسف ليه فمش بيقدر السواء يقتله وبيسيبه وبيمشي لانه عارف انه ما عادش قاتل زي زمن بس بيكون لسا القاتل بيرابه وفعلا بيوصل ليه وبيهدده بالسلاح بس بيكون عايز يتعارك معاه لان السواء مش مدي للقاتل اي اعتبار وبيقوله انه عمل اللي عايزه ويقدر دلوقتي يموت فبيقوله القاتل انه غلطان وان لسا فيه شخص ما قتلوش واللي هو خانك اصلا وبلغ العصبة على مخباك انت وجاري وبيعرفه انه هو هو اللي عينه في المهمة دي بس واتا بيجي الزابط وبيهدد القاتل وبيخليه نزل السلاح وبنتفجأ انه بيضرب السواء بالرصاص وبنعرف واتا انه هو كان مع العصبة اللي ده باحت اخه السواء وبيحكي للقاتل انه كان مدمن وكان زابط فاسد وفي يوم سمع على سرق البانك فقرر يبعط عصبة تانية علشان تخد الفلوس من العصبة اللي سرقت وبنعرف انه هو اللي وقتها ضرب نار على السواء ووقتها بنشوف ان القاتل بيمشي وبيكلم الزابط الاسمه وبيقول انه نجح في القضية وقتل المجرم بس وقتها السواء بيضربه بالنار وبيعرفوا ان زمان لما ضربه برصاصه في جمجمته الدكاترة يركبه ليه شريحة معدنية وانه رصاصته جات فيها وبيخلص عليه وبنعرف ان كده السواء خد حق اخوه ويقدر انه يبدأ حياة جديدة اشتركوا في القناة